اشتركوا في القناة مع الاعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الاصائضة اوضح المستشور احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرسالة تتضمن الطلب تقديم مصر دعمها للمنساء الكينية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القرية بين التجمعات الاقتصادية السلاسة الكوميستا شرق افريقيا جنوب افريقيا لا سيما في ضوء ان اطلاق الاتفاقية تم بشرم الشيخ عام 2015 كما ان مصر من اوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية وكذا رئاسة مصر الحالية لتجمع الكوميستا اضف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس اكد تطلع المتبادل لتدعيم العلاقات السنائية وتفعيل اطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين كما اكد سيادته الدعم الكامل لمسعى الرئيس الكيني فيما يتعلق بجهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القرية السلاسية التي من شأنها ان تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الدول الافريقية وزيادة معدل التكامل الاقتصادي بينها ترجمة نانسي قنقر